فكرة الغيرة في العمل مهلكة مفسدة محرقة وذلك فيه علامات بتدلك على ان في قلبك غيرة في العمل بتأذيك زي ايه؟ اول حاجة لإحباط اشهر حاجة انك تحبط لما تلاقي اللي بتغير منه عنده مهارة في شيء معين والمهارة دي مش عندك في بعض الناس يقول لا 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 بس بس الغيرة والمقارنة دي والإحساس بالإحباط ده ممكن يعملوا ازاي؟ يعالجوا ازاي؟ ما عندوش حاجة اه صحيح هو بيعمل كذا 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 بس ما عندوش حاجة لا خلاص خلاص انت بقى انت غيران منه ليه؟ انا مين يعني ان انا غيران؟ بس هو الناس ما بتهتمش غير من النوعية دي من الناس فإلا يا حسن؟ لا انا مش عامل حاجة خلاص بقى بطن الأحباط ده بيدل على انك انت غيران منه فاتق الله فيما اودع الله فيك من النعم انت مش من حقك تحبط لان ربنا قدلك النعم دي عشان تستمر فيها وتنتج وعشان كده انت لازم تقوم بشكر النعمة ان انت تحبط يبقى انت ده من كفران النعم تاني حاجة تتبين اول ان الشخص ده وتعنده غيرة في بيئة العمل ترقب الشخص اللي بتغير منه ان انت تبدأ سيب حالك وملك وقعد مركز مع ايه؟ مع اللي انت غيران منه وساعة تعمل ايه؟ تتلككله على ايه غلطة وتحاول انك تبرزها وتحاول تبرز كده اخطاءه وتتكلم عنها كتير وتعمل كده وده تلحظت النبي صلى الله عليه وسلم خلابه يقول لنا ان ده نوع من انواع الظلم ليه؟ ان ترى ايه اللي حاصل ان ترى القذاتة في عين اخيك ولا ترى جزع النخلة في عينك تركز معاه تشوف الحاجة الصورة اوه ما عندوش اخلاق ده من بيعرفش حاجة ليه؟ لانه عمل الحاجة فييجي يقولك ما انت عملتها قبل كده لا 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 انا عملتها وانا فاهم هو جاهل ولا عزب الله اعوز بالله فالتلككة دي تخليك حاجة على طول اللي يشوفه يقول ده غيران منه تالت حاجة اخفاء نقاط القوة اللي في الشخص الآخر اللي بتغير منه وتحاول تغطيها والدريها والدري إنجازاته ولا عمل عمل ايه للشغل ده؟ ولا حاجة يا ابني ده كسبنا كذا وعمل كذا ولا حاجة رابع حاجة تبين الغيرة عدم التطور والنموه الشخصي انه ما اللي ما يحصل لكش التطور في عملك لانك دايماً مشغول بغيرك وفي ناس بتحب يا سيدي تشعل غيرة بين الناس في العمل يتفرج على الناس ويا ولعب بعض عشان هو يحقق مصلحة من وراهم ويعيشهم في شر ناره ما تطفيش لما تلاقي حد يقولك مثلاً يا فلان عايز أقولك حاجة عشان بحبك ومصلحتك تهمني ده فلان منفس منك على فكرة ده فساد عريض والرجل ده مغرد والرجل ده داخل في الغيبة والنميمة وداخل يمشي بين الناس بالنميمة والعزو بالله فلازم تعود نفسك لما تشوف خير عند حد من زميلك أو اللي بيشتغلوا تحت مظلة إدارتك أو اللي بيشتغلوا تحت تحت إدارة غيرك أنك تبارك الخير ده اللي عندهم وتدعي لهم بالبركة أن ربنا يزود لأن الدعاء بالبركة للغير يفتح لك كل أبواب الخير الدعاء للغير بالخير يفتح عليك كل أبواب الخير وعشان كده لما تلاقي الله سبحانه وتعالى خص إنسان بعطاء معين عليك أن أنت تفهم أن ده بشرى لك أن ربنا سبحانه وتعالى هيمدك بعطاء أنت أيضا لأن أعطاء الله سبحانه وتعالى لأحد يبشرني بالمدد من الأحد لأنه كما أمده سبحانه وتعالى سيمدني فالله ينظر إلي كما نظر إلي فأنت لازم تعرف في بعض الأحيان أن كتير من الناس اللي بيحسوا بالغيرة كأن الغيرة جاية تبعت له رسالة رسالة إيه؟ أنه يعيش بحقيقة الوسع أن مدد ربنا واسعة ما تديقش الحياة والحياة واسعة لأن فيها تجلي الله سبحانه وتعالى فلازم الإنسان ده يكتب على قلبه كده وسع مشهدك تنلمسعدك وكل ما توسع نظرك تلقى السعادة مفتوحة أبوابها عليك لكن كل ما تديق نظرك تجد السواد والخنقة والانتقام والحقد والأزى ترجمة نانسي قنقر